أنا مش هفتح موضوع بعيد عن اللي كنا بنتكلم فيه أنا وزمائلي الموضوع اللي هنتكلم فيه فعلا برضو هو السنوية العامة أنا الحقيقة طول عمري أستاء جدا جدا لما لاقي أولياء أمور يعودوا يشتغلوا على تقاريع أبنائهم وبناتهم بسبب نتائج السنوية العامة هو أنت لما هتعمل معا كده أنت كأب أو أنت كأم استفدتوا إيه؟ ولا أي حاجة لأنه هزيتكم من الشعر بيت أنت كل اللي عملته أن أنت يعني زودت نكد ابنك نكد مفيش عايل في الدنيا مش عاوز يجيب درجات كويس فهو أصلا متنكد أنه ما جابش الدرجات اللي كان نفسه فيها أو اللي بيحلمها فتيجي تقول لي ما هو أصلا بقوله كده عشان يعرف غلطته فين أنت كده مش بتعرفه غلطته هو أنت كده بتحبطه بالمناسبة وبتشيله فوق همه هموم أنت كده مش بتعلمه الدرس عشان يشد حيله إن شاء الله لما يخشك كله أنت تيجي المفروض جدلا تقوله الآتي أو ما يشابه الآتي يعني المبدأ المنطلق بتاعنا إن خلاص صفحة وتقلبت تعالي بقى نبدأ من جديد أنا أتذكر كويس جدا في مرحلة من المراحل زي ما كنت بحكي لكو كده مرة دخلت هندسة حلو وسقط فيها سقوط مزري مزري كان عندنا 12 مادة أنا نجحت 4 في أعداني هندسة وسقط في الثمانية حلو يعني هو المفروض العلقة تعمل زيك يا عام يوسف لا بس أنا هقولك بقى وقتها أمي قالتلي إيه لما أنا خدت قرار خلاصة ده أنا مش عايز أكمل في هندسة وأنا مش مهندسة جماعة وعاوز أسيب الكلية دي خالص وهخش كلية اقتصاد وهبدأ من الأول وحاجات زي كده أمي قالتلي جملة لطيفة قوي قالتلي بص يا ابني إثبت لنفسك أن أنت ناجح مش فاشل قبل ما تثبت للناس ما تثبت لناش حاجة إثبت لنفسك مش أنت طول الوقت أنا كان لازم أخش اقتصاد من البداية أنتو السبب حاجات زي كده إثبت لنفسك أن أنت ناجح أعودوا مع عيالكم وفاهموهم أن هما لازم يثبتوا لنفسهم أن هما نجحين وما نعودش نشغل نفسنا بأنه أصدقى ما جابش مجموع كلية الطب وما جابش مجموع كلية الهندسة وما جابش مجموع مش عارف كلية العلوم وما جابش مجموع كلية يا جماعة ابنك موهبته إيه قبل ما تفكر ابنك هيجيب كم في السنوية العامة التفوق حلوة مفيش كلام الدرجات الحلوة رائعة وجميلة وأنا عندي عيال يعني وعيالي في سنوي ونفسي أن هما يجيبوا أعلى الدرجات بس عايزهم يجيبوا أعلى الدرجات ليه عشان يبقى قدامه الخيارات متاحة الخيارات في الإيه بالمناسبة مش في الكليات لأنه لازم أنت تعلم عيلك من البداية أنه لازم يبقى فيه عنده هدف هو داخل السنوية العامة مش عشان يجيب درجات أو داخل السنوية العامة عشان يلتحق بالكلية كذا في الجامعة كذا ده حلمه ده شغفه اللي ما بيدرسش شغفه ما بيوصلش الحاجة خد بالك من دي فيبقى الخيارات متاحة مثلا في الحالة اللي أنا بحاول أعلمها الأولادي وبحاول أعلمها لأي حد قدر الإمكان أنه خيارتك في الحصول على منحة درسية أنك أنت تعرف تجيب منحة درسية علشان مش بس تقلل الفلوس لا عشان تبقى قاعد في كليتك كده وانت باشا برينس أنا الطالب الشاطر أنا الطالب المتفوق لأن أنا متفوق وأنا فاهم أنا بحب كليتي أنا بحب تخصصي أكم من ناس جبت مجميع كبيرة جدا ودخلت كليات قمة ومحققوش حاجة ما بقاش دكتور عظيم وما بقاش مهندس عظيم بالمناسبة يعني وأكم من ناس ما كانوش من اللي هما يعني طلعوا أوائل جمدين جدا 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 وبعدين دخلوا كلياتهم بس هما بيحبوها بيحبوها دخل كلية أما مثلا أداب وثائق ومكتبات في نسم أبو بصلهاش بس حلوة لكن بقى شخص مختلف تماما بقى متفوق فيها جدا بقى علامة فيها زي كده كلية الزراعة اللي ما كانتش بتاخد مجموع كبير على أيامي مثلا أنا سنوية عامة 92 كانت كلية الزراعة داخد 50% مثلا مع أنه في علم كبار في العالم خرجين زراعة بتاعتنا احنا زي الدكتور أحمد مستجير على سبيل المثال كليكوا تبقوا يعني بصوا على الأمور بالطريقة اللي أنا بقولكوا عليها يا جماعة المسألة في شغفك أنت دخل الكلية دي ليه يعني احنا النهاردة هيبقى موجود معانا مثلا بعض من ضيوفنا من طلبة السنوية العامة المتفوقين اللي طالعوا من الأوائل أظن خامس أدبي وتالت علمي أو العكس يعني أنا مش بحفظ الحاجات قوي بس على كل حال أكيد أكيد وإحنا قاعدين أنا عايز أعرف هو شغفه إيه وبيحب إيه ونفسه في إيه وعاوز يطلع إيه ويحقق إيه من ورد كلية اللي هو هيدرس فيها القصة مش في إنه مثلا أنا عايز أخش أدرس خمس أدبي وتالت علمي علوم قصتي مش في إنه يقول لي إن شاء الله أنا هخش طب أيوا ليه بقى هتخش طب مش في أنا بغشيشك ما هو من دلوقتي الأسئلة ليه هتخش طب وأني هتخصص في طب وبناء على إيه اخترت الطب اخترنا الطب عشان هي كلية القمة ولا اخترنا الطب عشان أنا عندي هدف معين بالمناسبة كل كلية وليها رسالتها يعني مش عايز أسمع الأجوبة أنا بقول لهم قبل ما يخش مش عايز أسمع الأجوبة بتاعتي لأن كلية الطب هتخليني دكتور وتلك رسالة عظيمة كل الكليات رسالة عظيمة اللي تخرج من إعلام بيقوم بالرسالة عظيمة والي تخرج من حقوق بيقوم بالرسالة عظيمة والي تخرج من زراعة بيقوم بالرسالة عظيمة والي بتخرج من أداب بيقوم بالرسالة عظيمة والي بتخرج من كلية ترجمة بيقوم بالرسالة عظيمة والي بتخرج من دار العلوم بيقوم بالرسالة عظيمة كل كلية وكل تخصص وكل مهنة بالمناسبة كانت بسبب جامعة أو بسبب تعليم أقل من الجامعة أو تعليم متوسط أو حتى تعليم سناوي أو حتى معها الإعدادية وبيشتغل الشغلانة في حد ذاتها أي شغلانة هي رسالة عظيمة ومهمة ولا يستطيع أحد الاستغناء عن شغلانة ما مش بس عشان الفلوس المهمة نفسها مش هينفع تستغنى عنها فعلم نقصد إيه فاللي عايز أقوله لكم كفاية تقريع في الولاد والسناوية العامة دي ما هياش أخر الدنيا ولا حاجة أنت ممكن تكتشف إن ابنك اللي ما جابش المجموعة اللي انت كان نفسك فيه في السنوية العام وجاب 65 ولا 60 ولا 75 تكتشف إن هو شخص مثلا موهوب جدا 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 مثلا في الرواية وفي القصة وإنه يطلع في وقت من الأوقات أديب عظيم أو شاعر ما جابتهش ولادة أكيد أكيد وقتها تفخر بيه عايزك بقى كده تبص تحط الصورة دي قدام عينيك كده معقولة ابني في يوم من الأيام يبقى بالعظمة والأبهة دي كلها وأنا كنت بقى أقرعه وطلع عينه من 20 ولا 30 سنة ليه؟ إيه وجهي الاستفادة؟ بلاش نتعامل بطريقة تحبط العيل وتضايقه وتكسره قدام نفسه ما تجيش يقول لي على فكرة أنا بكلمه بيني وبينه كده بينك وبينه ده بالمناسبة بيكسره قدام نفسه بينك وبينه تكلمه بالعقل وبالمنطق وبالهداوة مش فضل يا سيدي ما انت أصلك لو كنت ذكرت أو تفرجه على برنامج التسعة فتفرجه على زمين ومشاء الله متفوقين تقول له شايف العيال اللي تفرح كلمة كارثية انك بتقول للابنك ان انت مش فرحان بيه بتقول للابنك انه لا شيء بتقول للابنك انك لا تقدره انه مش مالي عينك كابن ليه؟ تكسروا عيالكوا علشان ايه؟ وبعد كده نرجع نقول والله العيال في السنوية العامة بتقطع عيطوا وهو يعيطوا لأن انتوا زرعتوا جواهم ده ودي حاجة غريبة جدا واحد بسبب نتيجة السنوية العامة ولا واحدة تروح مش عادة فقطع الشرعينها ليه؟ عشان انتوا زرعتوا جواهم ده ما تزرعوش السلبية دي جوا عيالكوا ما تزرعوش مبادئ البكاء على اللبن المسكوب والولولة والندب ازرعوا جوا عيالكوا انه دي مرحلة خلصت احنا هنبدأ اللي عد عد يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الفترة اللي جاية الاربع ولا الخمس سنين اللي هندرسهم في الكلية اللي ان شاء الله لازم نختارها واحنا عارفين احنا بنختارها ليه لازم نبقى فاهمين كده انا مختار الكلية دي ليه؟ تعرف انه لما دخلت او كان نفسي خش اقتصاد وما دخلتاش وكده رجعت تاني الاقتصاد كان عندي في دماغي فكرة رهيبة جدا ان انا هغير وش الدنيا العكر ان انا اكيد اكيد هعمل حاجات تغييرات عظيمة في الاقتصاد بشكل او باخر تخلي الناس الغلابة تعرف تعيش وتاكل وتشرب وتشتغل وتتعلم وتحصل على رعاية صحية وتتفتح مكتبات في كل حتة وتتفتح مراكز رياضية في كل حتة والناس كلها دخل ايتي دي تركبتي دي ميولي دي افكاري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا كل حاجة متعلقة بكده تيجي تقوله طب وانت عملت كده اقولك حاولت 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 بشغلانتي دي وبدرستي الاقتصاد فعش كده تلاقوني قاعد كتير كده قاعد اقولك ومش عارف ايه والمؤشرات بتاعت كذا والموقع الفلاني قال ايه والاقتصاد بيحصل في ايه في مصر وبقى مستمتع جدا لما اجي قاعد اشرح امر ما من زاوية اوجهة نظر اقتصادية قلت استغل دراستي دي في شغلانتي دي انا ناجح ولا مش ناجح انا ما اعرفش ومش ده اللي انا شغل نفسي بيه اللي انا شغل نفسي بيه ان انا هعمل الحاجة اللي بحبها ولازم اعملها كويس قوي ولازم اعملها صح اللي يعرفوني كويس يقولك بص اكتر حاجة تضايق يوسف انك تبقى ووز له شغله او ان الشغلة ما يمشيش مظبوط او ما يبقاش زي الساعة وبمنتهى الدقة ابقى بشد في شعري حلو؟ طيب علموا ولادكو كده الدقة التفاني علموهم انه هم يبقى فيه عندهم شغف اللي بيسمعوا الكلام ده يا سلام سلم لو كانوا اولياء امور طلبة في اعدادي او قولة سنوي مثلا عشان تزرعوا ده جوه عيالكم من دلوقت اما اللي ولادكم خدوا السنوية العامة السنة دي ومش عجبك مجموعه حاجة من اتنين يتسيبوا في حاله وهو امر لا يفضل اما تقعد معاه كأب عاقل هادئ انسان عنده خبرة خلي ابنك ياخد من خبرتك بدي انا عندي سؤال يعني ده انتو 3 تربعك وجايبين 55% احنا نعود نضحك على بعض ونعود مع عيالنا انا وانا قدك يا حبيبي كنت بطلع الاول عن مدرسة كداب انا عمري مطلعت الاول عن مدرسة بالمناسبة انا عمري مطلعت من العشر الاوائل عن مدرسة او الخمستاشر حتى او الله ده انا كنت تعبان قوي في المدرسة كويس لكن اللي انا عايز اقوله سيبك من دنا انا مش عايز اشجع العيال على قلة المذاكرة لا زاكر وعود نفسك على المذاكرة من وانت صغير لانه ده هيخلق عندك تراكم انت بقى فيه عندك قدرات ويبقى فيه عندك صبر ويبقى فيه عندك جلد وتحمل انك انت تقدر تخش على شهادة مهمة اسمها شهادة السنوية العامة تطلع السنوية العامة بتاعتنا المصري تطلع الامريكاني البريطاني الياباني الالماني الياباني الفرنساوي زي ما يطلع المهم ان انا ابقى ساعتها قادرة شيل الحمل طيب ما جبتش الدرجة اللي انا نفسي فيها مش هنتحر ومش هعلق حبل المشنقة ومش عاوز اهلي يعودوا طول الوقت ويقرعوا فيها ويعودوا يلوموا فيها اللوم شيء سخيف لانه امر انقضى اتكلم في اللي جاي هنعمل ايه نعود مع عيالنا ونفكر بالراحة طيب نعمل ايه طب انت تعال كده نبصوا على درجاتك اه تصدق ده انت درجاتك في المادة دي اعلى من المواد التانية مش يمكن انت بتحب كزا مش يمكن كزا ما تيجي نحاول نكتشف هنعمل ايه طيب تعال نشوف بقى كده الكليات يا ترى ايه اللي يبقى مناسب لميولك مناسب لطريقتك مناسب لتفكيرك ده اللي يتعامل مع العيال غير كده انتو بتدمروا عيالكم اشتركوا في القناة